إن أنت محتاجة حاجة ابنك يتعلمها عشان يعرف يعيش بها الحقيقة ده كان مبدأ مريمو تسعوي إن إحنا بنتعلم للحياة تعالي فكري كده في حياتنا العملية إحنا في مدرسنا مع أولادنا هل الولاد بيتعلموا عشان للحياة؟ ما تهاليش إحنا طول الوقت بنحاول نحط معلومات معينة يعني في كده وفي كده يعني أفتقى للحق خليني أقول إن الأساس إن إحنا بنحط معلومات لو تكلمنا عن التعليم في مدارس التقليدية تماما هو إحنا بنحط معلومات في دماغ أولادنا بنتعامل على إن دماغ أولادنا دي هارد ديسك المفروض يبقى كبير بقدر كل ما كبر كل ما كان أحسن عشان يشيل شوية معلومات مع إن المعلومات دلوقتي بتتغير كل الجزء من الثانية وبقى جوجل يعني سهل جدا وطفل بقى عنده سنتين قادر يدخل على جوجل وقادر يدخل على اليوتيوب وقادر يجي من الداتا اللي هو عيد يعني حتى ليا التجربة لطيفة مع الأولاد اللي هم كبار شوية 8-9 سنين كده و10 سنين فهما في المدرسة بيدرسوا ساينس يعني بيدرسوا علم وجغرافيا وتاريخ والحاجات بتبقى بالنسبة لهم صعبة ومملة جدا أنا تحديت الموقف وقلت أنا هعلم الولاد كانت طبك بتاعنا عن السولر سيستم المجموعة الشمسية والفضاء والحياة دي كلها وفي عندي من 6 سنين أو 7 سنين بعد 9 سنين طب الطفل ده هو ناقص يعني الأمهات كانوا مخضوضين من فكرة إنهم هياخدوا معلومات إحنا عايزينهم في السامر كامب بقى ومش عارفة إيه ببسطوا مش يفضلوا معلومات يعني فقلت لهم بس تبوهم وشوفوا إيه اللي هيحصل اكتشفت إن الولاد عندهم قدرة هائلة على إن هم يتعلموا أوكي ويعرفوا معلومات أصعب بكتير من اللي بياخدوها في المدارس بس لو هم حاسين إن هم عايزين نعرف عايزين نتعلم عايزين نجرب الولاد عملوا بروجيكت يعني مشروع شخصي لهم ومشروع جماعي خلاص كلهم على بعض رأى أكثر من رأعين تمام؟ وعملوا كل حاجة بأيديهم تعلموا سكيلز كتيرة جدا من غير ما أنا حط معلومة هم اللي عارفوا يجيبوا الداتا هم اللي عارفوا يعني تلاقي الولاد قاعد باللابتاب ومتطلع المعلومات واللي مش عارف التاني بيساعده عشان إحنا في الآخر بنعمل تيمورك جزيلا لديهم تريد الوطنع ومتطلع الجزيلا لديهم حسنا في الجزيلا لديهم ترجمة نانسي قنقر